التعاقد مع مهاجم سوبر الحقيقة الكابتن مجدي طلبة بيسافر يوم 24 لغانا للتعاقد مع مهاجم ناشئ سوبر لان احنا عارفين نادي الاهلي خلاص اصبح في محتاج مركز مهاجم ما فيش كلام خلاص كابتن مجدي طلبة بيقول انا اجلت السفر ده اكتر من مرة وكان المفروضة سافر وما سافرتش ولكن خلاص ده معاد نهائي فيه يعنينا على لاعب او اتنين او تلاتة هناك لاعبين ناشئين حنجيب لعيبة صغيرة بأسعار كويسة بس احنا في احتياج لمهاجمين احنا برضو من الملاعب اليوم بنقول لهم النادي الاهلي في احتياج لحارس مرمى كبير مش لضعف شريف اكرامي ولكن عشان يشد شريف اكرامي عشان يرفعه دايما برضو بالنادي ومنقول اما دكة البودلاء بتكون جمدة او بتكون قوية ده النهاردة ده دي لقطة كده شريف جابهن انا هقول لكم دلوقتي ايه الموضوع بس هو اخذني من حتة لحتة ده ماتش الناشئين النهاردة اول ماتش بيبدأ النهاردة الحقيقة في بطول القطاع الناشئين وخطوة النهاردة الحقيقة برضو كويسة جدا استد الحقيقة برضو استد حلو استد جميل ومجموعه همو جمهور قاعدة والشباب بتلعب مافيش اي مشكلة حاجة بص بتص الشباب بص 키 طر بعمل ايه بص الحماس يا جماعة الملاعب دي من غير كرة فلس متت الشباب دي من غير كرة انهارت الشباب دي من غير كرة هنجبه من على هاوي الشباب دي هتروح تشاش وتحشش قلنا الكلام ده سبعمائة وتمانين مرة الشباب دي لازم يكون فيه رياضة لازم الكرة ترجع لازم الرياضة ترجع دايما بنقول كده شايف كل واحد كان فيه صور دلوقتي الناس قاعدة برا اكيد حتى ده ابنه بيلعب وقريبه وبيلعب وناس قاعدة وجمهور قاعدة حتى لو ناشئين برضو روح كل واحد من دول عنده حلم عنده حلم يبقى ابو تريكا يبقى جده يبقى غالي يبقى اي نجم يبقى شيكبالة يبقى عمر زكي كل واحد من دول بيحلى ما هو صغير لو دلوقتي ما فيه شكورة يبقى القصة انتهت تعالوا برضو نطلع تقرير كده نشوف بقى الناس دي هناك بتول ورأيها ايه نرجع لكم تاني